السلام عليكم ورحمة الله ماذا يحدث إذا قرأت سورة الكهف؟ ولماذا هي أمان من الدجال؟ ولماذا تتنسل السكينة عليك إذا قرأت هذه السورة؟ كل من لا يشعر بالأمان أو بالسلام أو الطمأنينة أو لديه خوف فليقرأ سورة الكهف ما هو الدليل على ذلك؟ هو هذا الحديث الذي سنقرأه الآن ونتدبر لماذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين سورة الكهف وبين السكينة التي تتنزل على الإنسان أثناء قراءتها انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الحادثة اللطيفة التي حدثت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف فسرها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فقال عليه الصلاة والسلام تلك السكينة تنزلت بالقرآن يعني الحديث حقيقة يحتاج إلى أن نتوقف ونتدبر ولماذا سورة الكهف طبعا القرآن كله سكينة وطمأنينة ولكن هذه السورة أخي الحبيب لها مزايا عديدة جدا هذه السورة انظر معي إلى التركيب الرائع لهذه السورة أنها تبدأ بالحمد لله أنت عندما تقول الحمد لله أنت أديت شكر النعم التي أكرمك الله بها وبالتالي تتنزل عليك رحمة الله لأن الحمد لله يعني هي عبارة مهمة جدا إذا حمدت الله فإنك تحافظ على النعمة التي أنت فيها وتزداد النعم التي تتنزل عليك ومنها السكينة والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول لئي شكرتم لأزيدنكم الحمد لله الذي أنزل على عبته الكتابة ولم يجعل له عوجا فعلا وجود القرآن في حياتنا هو نعمة عظيمة جدا تخيل لو أنك لم تخلق مسلما أو لو أن الله لم يهتك للقرآن كيف ستكون حياتك إذا كنت في ظل الإلحاد لا يوجد نظام لا يوجد طهارة لا يوجد فكرة الحرام والحلال غير موجودة لا يوجد يوم قيامة لا يوجد صبر لا يوجد من تلجأ إليه وهو الله الإلحاد لا يعترف بوجود الإله سبحانه وتعالى إذا كنت من ديانة أخرى تدعي أن الله له ولد مشكلة هذا دليل ضعف لأن البشر هم الضعفاء من يحتاجون للولد ولكن الله منزه عن الولد سبحانه وتعالى إذا كنت من هذه الديانة التي تدعي أن إلها يتم قتله أو صلبه أو إذاؤه أو شتمه تشعر بضعف داخلك ولكن القرآن ليس له عواج لم يحرف لم يبدل فالله عز وجل هو القوي المتين هو القوي العزيز أنزل علينا تشريعات رائعة جدا حياة المؤمن مليئة بالطهارة لا يشرب الخمر لا يزني لا يتكلم بسوء على أحد لا يمارس النميمة أو التجسس لا يمارس الغيبة المؤمن نقي نقي جدا حياته مطمئنة حياته كلها سكينة فالقرآن العظيم كتاب يمنحك السكينة لذلك هذه السورة المهمة بدأت بحمد الله وكأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان احمد الله على النعمة التي أنت فيها نعمة الإيمان التي حرم منها كل من هو غير مؤمن سواء كان ملحدا أو يتبع ديانات محرفة محور هذه السورة أولئك الفتية الشباب هربوا بدينهم فروا من ذلك الملك الظالم الذي أراد أن يغويهم ويضلهم ويحرفهم عن الحق هربوا بدينهم لم يجدوا إلا كهفا فلجأوا إليه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم انظر هذه العبارة هل سألت الله يوما أن يربط على قلبك فلا تنحرف ولا تعصي الله ولا تتبع الفتن هؤلاء لأنهم كانوا صادقين مع ربهم ربط الله على قلبهم فمنع هذا القلب من الانحراف منعه من أن يضل أو أن يتبع الهوى أو أن يتعرض للفتن نجاهم الله من هذه الفتن ولجأوا إلى ذلك الكهف وبقوا ثلاثمائة وتسع سنوات في رعاية الله حفظهم الله فالله قادر أن يحفظك من شر الدجال والدجاج لكثيرون الآن يحفظك من شر الفتن يحفظك من شر أي أذى يمكن أن يصيبك كما حفظ أصحاب الكهف وهم في كهف مظلم في كهف يعني كل أسباب الموت محيطة بهم لا طعام لا شرب لا حفظ الله حياتهم وكان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لكي لا تصيب بهم ما يسمى بقرحة الفراش ثم بعثهم ليجعلهم معجزة وآية لكل إنسان مضطهد كل إنسان مظلوم لا تظن أنك وحيدا أخي الحبيب بل إن الله معك كن مثل هؤلاء الفتية اعبد الله لا تخشى في الله لهم تلائم إذا كثرت الفتن اعتزل الناس وعصرنا هذا يحتاج للعزلة بسبب كثرة الفتن التي نتعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام قال في حالة كثرة الفتن نصحنا قال ليسعك بيتك وابكي على خطيئتك يعني اعتزل هذه الفتن وثر أنجو بدينك من هذه الفتن وتوجه إلى الله والله سيحفظك حتى لو كنت في كهف بارد مظلم سيحفظك الله سبحانه وتعالى هذه السورة فيها حديث عن الصبر وأعظم عطاء يعطيه الله للإنسان هو الصبر أهم من أموال الدنيا الصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا انظر إلى هذه الآية القوية التي تمنحك الصبر في مواجهة الشدائد كما صبر هؤلاء الفتية وجعلهم الله معجزة وآية اصبر أيها الإنسان ولا تعجز ولا تكسل ولا تيأس فإن الله معك كما حفظ هؤلاء الشباب في أصعب الظروف سيهيئ لك الظروف المناسبة لحمايتك وحفظك وكل هذا يمنحك السكينة سبحان الله من القصص المهمة أيضا التي تمنحك السكينة قصة الخضر عليه السلام فقصة سيدنا الخضر عليه السلام قصة مليئة بالعبر والحكم والعلم اللدني هذه القصة أخي الحبيب لا يصبر عليها إلا الذي أكرمه الله بعطاء والصبر سيدنا موسى عندما ذهب ليتعلم من الخضر قال له إنك لن تستطيع ما يصبر فلما سيدنا موسى رأى السفينة وقد خرقت قال أخرقتها لتغرق أهلها استنكر هذا الشيء رأاه يقتل غلاما بريئا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا فالعلم الذي كان لدى سيدنا موسى لم يفسر هذه الأشياء التي رأاها يعني كيف تستطيع أن تفسر قتل طفل بريء ولكن لما الخضر بيّن له أن الله أطلعه على الغيب وأن هذا الولد سيكون كافرا وسيطغي أبويه وأن الله سيبدلهما خيرا منه فعلم الحكمة وقتها وعندما علم أن هناك ملكا سوف يأخذ هذه السفينة غصبا فأحدث فيها عيبا ليحفظ لهؤلاء المساكين رزقهم من هنا لماذا أقول لك السكينة تنزل في قلب من يقرأ سورة الكهف بخاصة لأننا نرى من حولنا الكثير من الظواهر والكثير من الأشياء لا نجد لها تفسيرا أطفال أبرياء يقتلون لماذا زلزال يصيب أناس صالحين فيهلكهم لماذا أحيانا شيء يحدث معك حادث تتعرض لهم أو مرض يصيبك ولا تعلم لماذا فسورة الكهف تعطيك يعني رؤية أعمق للأحداث تقول لك انظر هذا الخضر وهو عبد صالح كان يقوم بأشياء لا يستوعبها العقل البشري فلذلك عندما ترى ظاهرة لا تستطيع أن تجد لها تفسيرا دائما قل كل قل كل من عند الله قل كل من عند الله رب العالمين له حكمة في هذا الكون أخي الحبيب ولذلك لا يصيبك إلا ما كتبه الله عليك فعندما تقرأ هذه السورة وتتأمل فيها وتعيش مع قصصها تجد السكينة تنزل في قلبك والصحابي الجليل الذي قرأ سورة الكهف ومعه الفرس الخيل هذا الحصان لم يتحمل سقل هذه السفينة مثل الغيمة أو الغمامة وبالتالي نحن عندما نقرأ القرآن أخي الحبيب ينبغي أن تعم السكينة قلوبنا وحياتنا فسورة الكهف احرص على قراءتها على الأقل كل أسبوع مرة وبخاصة يوم الجمعة تعصمك تعصمك من الفتن فيها عصمة من الفتن كما عصم الله أصحاب الكهف من فتنة الملك بل وجعلهم آية تعطيك قوة قوة الصبر تمنحك قوة الصبر لتصبر على الأشياء التي لا تجد لها تفسيرا كما حدث مع الخضر عليه السلام في آخر هذه السورة نص كريم يمكن أن نتأمله عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد يعني أنظر هنا هذه الآية الكريمة قل إنما أنا بشر مثلكم انظر إلى دقة القرآن وأنه لم يجعل من النبي إلها كما فعل الآخرون ادعوا أن المسيح ابن الله ومنهم من ادعى أن بوذا هو الله مثلا أو ادعى أن فلان هو الله فكل هذا غير موجود لدينا في الإسلام فهذه نعمة تستدعي أن نحمد الله أنه لم يجعل لهذا القرآن عوجا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحده هنا انتهت سورة الكاف بلقاء الله لخص لك حياتك كلها أيها الإنسان فكأنما يقول لك أنت ذاهب في رحلة إلى الله نهاية هذه الرحلة هي لقاء الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فعلاً نحن نرجو لقاء الله نرجو أن أن نلقى الله عز وجل هذا الإله الذي خلقنا ورزقنا وأحبنا نحب لقاءه طيب ماذا نعمل فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً اجعل اعتقادك فقط أن الله هو القادر على كل شيء وبيده كل شيء وهو المتصرف بهذا الكون وهو الذي يملك حياتي ومماتي وشفائي ورزقي وكل شيء إذا اعتقدت ذلك سوف تجد أن السكينة تنزل في قلبك عندما تفكر بهذا المنطق أخي الحبيب صدقني سوف تنسى هموم الدنيا لأن هموم الدنيا تتلخص في مجموعة من المخارج مخاوف تخاف من قلة الرزق إذن أنت تخاف من مخلوق تخاف من مرض المرض مخلوق إذن أنت تخاف من مخلوق تخاف من إنسان يؤذيك إذن كل المخاوف التي نعاني منها هي مخاوف من مخلوقات وهي مخلوقات ضعيفة فعندما تكون مع الله وترجو لقاء الله سوف تتصاغر في عينك كل هذه الهموم وكل هذه المخاوف وتقول مرضي بيد الله لن يشفيني إلا الله في الوقت الذي يحدده العزيز الحكيم سبحانه وتعالى حكمته تقتضي أنني الآن أتألم ليكفر ذنوبي أو ليمنع عني شرا لا أعلمه أو لأنه كتب لي خيرا أيضا لا أعلمه في المستقبل المهم أن الشفاء الآن سيتأخر قليلا لحكمة الله يعلمها رزقي سيضيق قليلا ليمنع عني الملك عز وجل وهو الرزاق ليمنع عني شرا أنا لا أراه ولا أعلمه كتب لي رزقا آخر سيأتي بعد فترة أنا لا أعلمه وبالتالي هذا الأمر يجعلني أطمئن وأشعر بهذه السكينة التي نحتاج إليها اليوم أيها الأحبة نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على حفظ سورة الكهف وأرجو أن تتأملوها وتتدبروها آية آية ففيها من العجائب فيها من القصص ذي القرنين فيها من الآيات عذاب أهل النار ولا ياذب الله نعيم أهل الجنة فيها الكثير والكثير والكثير من العجائب نرجو أن نتأملها ونحفظها عسى أن تنجينا وتحفظنا من الشرور ومن المشاكل وعسى أن تنزل السكينة في قلوبنا جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر